موسيقى اهلا بكم اعلنت دار الافتاء ان غدا السلساء باذن الله هو اول ايام شهر شعبان يعني اربع سبيع ان شاء الله ويهل علينا اهلال شهر رمضان كل سنة وحضراتكم طيبين جرت العادة بيننا بقى كمصريين كمسلمين انه وحنا كده بنقرب على شهر رمضان الواحد يبدأ كده يراجع نفسه اه حاجة غلط بيعملها يبدأ يوقف عنها يقولك لا خلاص انا لازم ادرب نفسي انا داخل على شهر رمضان والصيام الصيام بطن ووجوف بس لا الصيام صيام حاجات كتيرة جدا صيام على الازى للناس صيام ان انا معكننش عليك صيام ان انا برضو اكون مسلم كده واقدم لك حاجات حلوة وحاجات كويسة تصرفاتي اخلاقياتي السؤال بقى اللي انا عايز اسأله لحضرتك زي ما احنا بنستعد كده لدخول رمضان عشان احنا هنصوم هل تصوم الحكومة الحكومة بتصوم كده زينا زي الناس طبعا هتبقى تحطيني كده في الخطأ واتاخد بكرة كده على ما شمي لو انت لبستيني في الحيطة وقلتلي انت تقصد ايه بالحكومة تقصد مواندي شريف اسماعيل وعدها الوزارة لا هنقصد بالحكومة كده حيئة اعتبارية حيئة معنوية يعني ادارة البلاد وهم كده بيديروا معنا هل بيصوموا هيبقى عندهم نية الصوم طب اذا حضرت الحكومة نية الصوم ونقوت من دلوقتي لاول مرة تصوم رمضان اللي جاي هل هتستعد زينا كمسلمين كشعب كافراد صيام الحكومة يختلف عن صيامنا هو احنا لما بنجي نستعده لصوم بنمنع ايه بنمنع ايه بنمنع اي حاجة غلط بنعمل يبقى الحكومة لما تيجي تصوم وتنوص يام رمضان تمنع اي حاجة غلط اي سكة شمال قاعد لوحدك الشيطان يوزك الشيطان اهوقات ممكن يوز الحكومة يوزها يقول لها بقولك مش احنا قربنا على اول سبع كده فلازم كده تخش على الناس وتقول لهم احنا قررنا رفع او تخفيد الدعم عن اسعار الكهرباء والمحروقات فنبدأ نرفع الاسعار الحكومة ممكن تعمل كده عشان كده لو بقول له الحكومة ما تيجي كده من المصر فاندي واحنا بنمسى عليك يا حكومة ونقولك ما تيجي تنوي الصيام نية الصيام عندنا كافراد عايزة تبقى عندك عايزة تبقى عندك تعملي ايه المسلم الفرد لما بيجي ينوي الصيام قابلها بشهر وبكرة شعبان يقولك بقولك ايه انا لو ماشي عم في طريق بطال هوقفه لو انا عند نية شمال هوقفه لو انا عند نية ضرر اوقفه يبقى نقول للحكومة ما تيجي تضرب نفسك على كده وخلال شهر شعبان تتعود ان شعبان ورمضان ما تعمليش حاجة تعمل ازى تعمل ضرر تخلي الناس بدل ما هيه كفرارة تبقى تكفر اكتر الكفر هنا ولا عيازه بالله مش الكفر بالله اللي هي تبقى اه مخلوقة انها هيبقى الواحد خلقه دي لما انا باجي هنا بتكلمع الحكومة انا بتكلمع الحكومة كوزراء بتكلمع الحكومة كمحافظين مجلس محافظين بتكلمع الحكومة اللي عاملين في كل الدوائن الحكومية ما ديكن 어디كون لها معناها الحكومة عندنا طيب حتى يتقبل الله صوم الحكومة شرب بنا بقى يتقبل صوم الحكومة يبقى رحيم بالناس تاخد كده كم حاجة تقول انا هرفع بيها اتضرر عن الناس اول حاجة تاخدها عشان تاخد تين ونية الصوم تقول انا قررت تأجيل قرارات رفع الزيادة طيب حد هيجي يقولي من اعضاء الحكومة ما انت يا خير عارف الحال والمعتال هقولك بس حبة حبة اخوانا في البلد مش هفهموا الكلام اللي هقوله لك ده حكومة انت كنت بني الموازنة بتاعتك على ايه على ان الفايدة عشرين في المية وانت اكبر مقترد فكنت بتدفعي فوائد قد كده طيب ما الفايدة دي نزلت اذا انت الدين بتاعك قال انت كنت بني اهو نزل واحد في المية في واحد في المية في واحد في المية كل واحد في المية بينزل بيوفر على الحكومة 35 مليار جنيه في السنة فوائد طيب لما نزلنا 3% يبقى احنا وفرنا 105 مليار اي نعمل 105 مليار ما كانوش موجودين في جيب الحكومة وقالت هتستلفهم علشان تزود اه علشان تسدد الفوائد الحكومة بتستلف كل يوم في عين العادو كده مليار جنيه عشان تسدد فوائد بس كل يوم طبعا هي مش كل يوم يعني بتشغل البنك يوم الجمعة والسبت يعني لو اسمت اجمال الفوائد ديون اللي بتاخدها وتقسمها على السنة هتلاقي هي بتعمل ده طيب الحكومة تقدر تمنع ده اه تمنع ده هو انا بقول الحكومة الغت زيادات لا انا بقول لا اجليها شوي اجليها سيكة زي ما بقولوا الشباب يعني ما يبقاش كهرباء وبنزين وسولر وعايز عقل السياسة يشتغل لانك لو اشتغلت كده مع الشعب انه هو كم مليون مواطن وكم استهلاك بنزين الشعوب مش مجرد ارقام لا الشعوب يا اخوانا الشعوب حياة وبشر واحلام وامال طيب ما تيجي نقول حاجة للحكومة ترفع بيها سوابها في رمضان ويبقى سوابها في رمضان مضاعف مثلا والمئة مليون مصري يدعولها في شهر رمضان وللصائم دعوة لا ترد حين الافطار عايزة حكومة تاخد الدعوة دي خدها مننا طوال تلاتين يوم في رمضان اه وانا عايز الحكومة انا عايز الشعب يحبك ما تقرري زيادة العلاوة اللي جاية يعني العلاوة عادتك بتبقى ايه عشرة في المي طب ما نخليها خمستاش ما نخليها عشرين طبعا اي حد في الحكومة قاعد يقول انت عملت بحبح من جيب اهلك لا يا اخويا مش ببحبح من جيب اهلي بس تقدر اتضبريها ما تعدك تهرب ضريبة فوق الخبسمائة مليار وفق تصريحات رسمية ما تتصرفي كده ما انت ايدك ترشا بتعط ايدك على كم واحد متهرب هتلنى منه تلاتين اربعين مليار ده بيحصل اه بيحصل لو انت عاوز اذا انا عايزك تزود العلاوة لما تزود العلاوة هندعيلك في رمضان لما هندعيلك في رمضان هندعيلك ربنا يقبل صيامك ربنا يوردك على الجنة دايما ما يوردك على نار ويه بنحبك هل ده ممكن تعمليه يا حكومة اه طب فيه حاجة كابال تعمليه يا حكومة وانت دخل على صيام رمضان الشهر المعظم اه ممكن تنفذ حكم القضاء الخاص بالمعاشات مش حكم القضاء الاخير اقر اضافة خمس علوات لاصحاب المعشات واصحاب المعشات دول سنانهم وقت وارجلهم ايه عملت يسسندوا على عكاز وسطهم واطه ومش عارفين هيعملوا ايه بكرة ودخلة رمضان والمرض والعاية والغلى والكوا تم تيجي يا حكومة تقولي خلاص انا نويت نويت الصيام لوجه رب كريم واسوم زي ما المصريين هيسوموا وافرح المصريين هنفذ حكم القضاء بان انا اضم الخمس علوات بتاعة الاصحاب المعشات يبقى انت عملت حاجة ما تيجي يا حكومة وانت دخل على رمضان وعايزة برضو تفرح نفسك وادلع نفسك انت عامل لنا شدر يتيم شدر يتيم اللي هو بتاع ايه بتاع اهل الرمضان في ارض المعارض هيلة في مدينة لاصر طب والشدر ليه يبقى في القاهرة الكبرى هو اهلنا في الصعيد واهلنا في الريف ما بيصموش رمضان بيصمو رمضان طب ليه الشدر عاملة هنا يعني انا اجيلك من مغاغة في الصعيد واجيلك بالسلوم واجيلك بالشبال سينة عشان اجي ارض المعارض في مدينة ناصر عشان اجيب لي كام ازازة زيد وكم كيلو سكر وشوية فول دميس معقولة هفق على المشوار ده عشان كده ده المشوار هيكلف لي اضعف اضعف اللي انت هتوفرهولي لماذا لا تقوم الحكومة بانشاء شوادر طوال شهر الرمضان في كافة محافظات الجمهورية ليه ليه السيد رئيس الوزراء ما يعقدش اجتماع مع السادة المحافظين مجلس محافظين ويقول لهم انا عايزكو تعملولي شادر في كل ميدان وعاصمة من عواصم كل محافظة والمراكز الرئيسية يعني احنا في الشرقية مثلا هتعمل لي شادر في الزأزيق عايز كل القرى والنجوع يقولك على شادر الزأزيق اللي يمنع تيدي للشباب فرص انهم يجيبوا العربيات التمناية السوزوكي دي اللي هي تمن نقل ويبدأوا ياخدوها حاجات عارضة للخضروات والفواقف رمضان الحكومة تقدر تعمل ده اه اذا اخلصت النية لله واذا قررت انها تصوم رمضان المراد عن حق بما يرضي الله واذا قررت انها تاخد سواب التلاتين يوم عن حق بص انا عمال اقولك يا حكومة حاجاتها اه ترفع سوابك فوق وتدخلي من ابواب الجنة يعني من اكبر ابواب الجنة باب الصائمين باب الريان لو انت قررتي ان انت فعلا تنفذي اللي انا بقولهولك وانت يا حكومة عندك موظفين الموظفين دول شغالين بيديقوا الناس بعضهم بيديق المواطنين اللي فتح درجه في رمضان وغير رمضان مش فرق معاه اللي مكفر سيئات الناس اللي عمال كل شوية يكشر في وش المواطن الغلبان اللي واخد اجازة ويقوله فتع لنا بكرة ابجني تجدني بعض الموظفين ما ادرش هتعمل كل طب ما تعمل لنا تعميم كده يعني انا قريت مبارح قريت مبارح خبر حلوة عاملة دكتورة هلا السعيد وزيرة التخطيط عاملة مسابقة او جايزة افضل هيئة حكومية في اداء خدمات للمواطنين حلوة طيب ونعمل كمان افضل موظف افضل موظف في كل وزارة من الوزارات اللي يمنع ان انا اعمل ده اللي يمنع ان انا قدي اجيب موظف اقوله الموظف الفلاني في وزارة التضامن الاجتماعي او هيئة تأمينات والمعشاد خد الجايزة السنة دي الشهردة عشر تلاف جليه عشان اعمل كذا واحنا كمواطنين نعمل استفتة والموظف السيء نبلغ عنه على طول وتنتقى خدماته نديله انذار وبعد كده استمره ستة هل الحكومة تقدر تنبه على موظفيها انهم يعملون كمواطنين بشكل ادمي يعني انت صايم كموظف ما انا صايم برضو يعني انت خلقك رايح منك ما انا خلقه رايح منك انت عشان الجوحر وانا عشان الجوحر انت اسمك بقدم الخدمة وانا اسمه بتلقي الخدمة والله ما عايز انزلك في رمضان بس الضرورة لها احكام الرقم القومي بتاعي خلص بطاقة التموين ضعت مني ما انت الرحمة بالناس يا اخوانا الجوحر الجوحر في رمضان انا بقولك قبل الهنب سنة بقى انه شهر على رمضان ما تيجوا لينو النية دي انا عايز الحكومة تعقد النية وتجدد النية انها هتصوم رمضان القادم بما يرد الله وهتصوم صيام عن ابوه يعني صيام الحق يعني طبعا انا مش هدوس اكتر واقول للحكومة لو فلحت في ده بيكمللنا ست ايام البيت لا انا رحيم بالحكومة ممكن نفسها يتقطع لانها هتعمل حاجات مش واخد عليها هي مش واخدة ان يطلع حكم القضاء كده ويقول لك ضم خمس علوات ففي لفس اليوم تلفز لاي الحكومة بتعملش ده الحكومة بش تلاقي العلوة عشر في المياه فاتكرر تخليها عشر في المياه لا اعيب حكومة ما انا بقولك بقى قعد لوحدك كده سرحان شيطان يوزك في سكة شمال انا عايز الحكومة اخدها من السكة الشمال ليه سكة لمن علشان ايه في مئة مليون هيدعولك ساعة الافطار وللصائم دعوة لا ترد فاكرة الحديث ده حكومة لو انت خدت الحديث ده وامنت بيه كلنا هندعيلك انا عايز المصرين يحبوك انا عايز المصرين يقولوا ومفيش احسن من حكومتنا لو احنا بقى لو احنا برضو خلصنا هنيجي بقى على زكاة الفطر زكى علينا حكومة رمضان السنة دي جاي يوم سبعتاشر يبقى العيد جاي يوم سبعتاشر سبعتاشر ده بقى نص الشهر طب هتعملي ايه في تقبيد الناس تقدر تقبض المعاشات والمرتبات بدري فكاري من دلوقت هي دي الزكاة اللي احنا عاوزنا منك واحنا بنقبل زكاتك يعني زكاة الفطر بتاعتك احنا قابلنا اتمنى تكون رسالة وصلت واتمنى الحكومة تقرر سيام رمضان وفق الخطة اللي انا قدمتها لها من قلب محب من المصر فاندي الى الحكومة بمحافظيها ووزراءها وموظفيها وتقبل الله صومك يا حكومة واول دعوة لي في اول يوم رمضان هدعلك ان يتقبل الله صومك لو انت ماشي في سكة يمين من سكة شمال عايز اقول لكم كمان ان احنا برضو بنحب الحكومة ليه بحب الحكومة خلي بالك لو انت مسؤول لو انت قصدي عندك شركة قطاع خاص ربنا كرمك بتكسب بينها زي مثلا الرجل الجليل وزير الكهرباء دكتور محمد شاكر عنده قطاع خاص وبيكسب مثلا اللي يجبر انه هو يسيب اعماله ويجيه لك مثلا ما هو كذبان ده بالعكس عايز اقول لك الوزير في مصر انا اسب في الجملة دي ويقبلها مني السادة الافاضل الوزراء ملتاشا ملتاشا يعني البرلمان ممكن يجيبوا ويعودوا يسألوا ده البرلمانات اللي بجد يعني الاعلام ممكن يستفزوا ده الاعلام اللي بجد برضو والمواطن يبقى غطبان عليه فاق وبيصحى من ستة السواب حيرجع الساعة واحدة اتنين بالليل في وزراء بجاء قابلهم بصوا وقول انت لو انت قاد معاهم هتلاهم بيعملوا كده بيفقروا ما بيناموش لو نموا تلات اربعة ساعات وما يقدروش يستعيلوا لان احنا ما عندناش وزير بيستعيل في مصر عيب احنا نقيلوا يعرف خبر اقلتم التلفزيون لكن وزير كده يجد عنه لا لسه النظام السياسي بتاعنا لا يقبل ده طيب اللي حصل ان الرواتب بتاعة الوزراء ظلت مشوهة ظلت مشوهة يعني يمضوا كده على 416 جنيه اهم عبد الناصر ثم يمضوا بعد كده على 2000 جنيه لحد ايام مبارك وفيه ظرف كده يجي لكل وزير من غير ما يمضى عليه وظل مرتب الوزير ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشعب قبل ما يبقى مجلس النواب والسيد رئيس الجمهورية سرا حربيا محدش كان يعرف لحد 2012 مرتب الوزير كام محدش سر حربي ولا نعرف مرتب رئيس الجمهورية كام كان اهم مباركارة يقولك ايه بياخد 6000 جليف السنة برئيس الجمهورية ياخد 500 جليف شه يقولك ده الدستور لحد ما جي الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2014 وراح مطلع قرار حدد حاجة اسمها الحد الاقصى للاجور ان مفيش مرتب اطخم واحد في الدولة اللي شغال في القطاع العام والحكومي واللي شغال محافظ وزير الكلام لا يزير اجره لا يزيد اجره ببدالاته بحوافزه ببابا غنوجه زم ما بيتقال عن 42000 جليف القرار ده صدر والطبق طبعا بتخصم منهم ضرايب يعني 20% يعني تقريبا ان الربع بيروح هتسألني ده مرتب يعني يليق برئيس وزراء مصر اقولك لا للامانة يعني انت عارف لبسه حكته والمرتب ممكن يضيع في نسريات ما كل واحد بصصله انت رئيس الوزراء ينفع يطبق ايده في جيبه يطلع لك 10 جنيه مثلا انت رئيس الوزراء الوزير كده لبسه يعني وضعه الاجتماعي لو بعد هدايا الحد هيبعد هدايا ب50 جنيه مثلا وما بقتش الارقام دي بعد التعوين تعرف لما انت بتدي رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية او رئيس البرلمان 40 ألف جنيه عن ايه بتديله 2000 دولار يعني بتديله 8000 ريال سعودي تخيل 8000 ريال اللي فيه بعض المصنين شغالين في السعودية بالمبلغ ده المهم ساد رئيس الجمهورية عبد فتاح السيسي عندما تولى سدة الحكم في 2014 قرر انه هو يحدد حد اقصى للأجور هو 42 ألف جنيه طوال اربع سنوات ده كان قرار بقانون لكن البرلمان ما كانش لسه اعتمد انه ارضا البرلمان اعتمد اللائحة الاساسية لأجور السادة رؤساء مجالس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونواب رئيس الوزراء والسادة الوزراء والسادة المعافظين طيب هل اعتماد القرار ده النهاردة هيؤدي الى زيادة مرتبات السادة السابق ذكرهم من وزراء ورؤساء وزراء الاجابة لا طيب هو عمل ايه هو اقر واقع يعني هما بيقبضوا نفس المرتبات تعال اقول لك بقى رسميا رسمي فامي نظمي مرتبات بقى السادة السيد رئيس الوزراء والسيد رئيس مجلس النواب مرتب الواحد منهم اتنين واربعين الف جنيه شهريا ده الراتب الشهر يا اخوانا المادة السانية من القانون يتقاد كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شهريا بحسب الاحوال مكافأة او مرتبا يعادل صافيه اه ده الصافي الحد الاقصى للاجور وبالتالي يصبح الراتب كام اتنين واربعين الف جنيه طب احنا عندنا حاجة تاني اسمها ايه بقى ويتقاد كل من نواب رئيس مجلس الوزراء نفس الاجر اللي هو الاتنين واربعين الف جنيه اما الوزراء والمحافظين كل وزير وكل محافظ راتبه سبعة وثلاتين الف وتمنمائة جنيه راتبه سبعة وثلاتين الف وتمنمائة جنيه طيب لو السيد رئيس الوزراء طلع معاش والسيد رئيس مجلس النواب طلع معاش هيده الرئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب معاش 33600 جنيه ده المعاش طيب لو الوزير او المحافظ طلع معاش هيدله 30240 جنيه طب هل الوزير لو اشتغل يوم ومشي هياخد نفس المعاش تأديري لا الله اعلم لان فيه وزراء جاء وفيه وزير ثقافة جاء قعد شهر مثلا بسأله على معاشه فقال لي يعني ما يجيش 200 جنيه حاجة كده بس ده مشروع قانون جديد المهم المعاش الشهر هيتحسب 80% من اخر اجر ايه خده لو انت جبت 80% من 37800 يطلع لك 30140 جنيه انا مبسوط من ايه انا مبسوط ان انت امام شفافية صح تخيل احنا قعدنا من سنة 52 لحد 2012 تقريبا كنا محتاجين صورتين علشان ايه علشان اعرف مرتب مرتب الوزير مرتب رئيس الوزراء انا كنت محتاج ده معقولة محتاجت صورتين عشان اعمل ده اه الاجابة اه النهاردة انت امام امر فيه كل الشفافية والوضوع قبل ما حد يكلفك انك تبقى وزير حضرتك عارف مرتبك هيبقى ايه قبل ما حد يقولك هتبقى مرشح تبقى رئيس مجلس النواب تبقى عارف مرتبك وتبقى عارف معاشك والله يبقى عقلك في راسك تعرف خلاصك حابب تشتغل الليلة بكل همومة ومشاكلها وتاخد المرتب ده يعني قد تراه لا يناسبك مصاريفك اكتر من كده ده قرارك لكن في الاخر انا كمواطن عرفت الاول مرة في مصر بشكل رسمي كم يبلغ راتب رئيس وزراء مصر رئيس مجلس النواب نواب رأساء مجالس الوزراء ثم ايضا عرفت رواتب المحافظين والوزراء راتب المحافظ هو نفس راتب الوزير لو بتسألني لو الوزير او المحافظ بياخد تلاتين الف جنيه ده اللي هو ما يعادل الف وخمسمائة دولار تخيل الجنيه وصل لحد فين الا ان انت بتقبضوا كده في حلود ستة لاف ريال سعودي مثلا ستة لاف درهم طبعا ما ينفعش من غير اللاق ان نقارن رواتب السادة الوزراء بعملات عربية حتى او اجنبية لكن هو ده وضع انا عايز اقولك ده مش مبرر يعني بس ليه الامانة حجم النظرة ليه الوزير وان احنا هناخد منه ايه وشكله وحدياة ولبسه هذا المرتب لا يكفي يعني طبعا ما تقس عليك كمواطن بسيط يعني اللي هو بتشعلق في الوتوبيس او تركب المقرباز ورايح بالتشيرت اللي انت جايبه من التوحيد والنور والكلام ده لا الدنيا مختلفة يعني انت برضو امام رمز يعني واجهة لمصر ولا انا غلطان لكن التحية لمجلس النواب اللي هو حل المشكلة والتحية سابقة للرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لانه قرر ان احنا ما نحطش رأسنا في الرمز تعالى هات المرتب المرتب يبقى كذا حد اقصى لأجور طب هو ليه 42% سألت نفسك ليه يعني ليه ما قفلوش الرقم خلوه 45000 قاسف بقولك 42% قصي ليه 42000 ليه مش 45000 ليه مش 50000 علشان ايه يا رجالة علشان حاجة واحدة اللي هو 30 ضعف الحد الادنى للاجور الحد الادنى للاجور الحد الادنى للاجور 1200 جنيه فهو عمل 30 ضعف بما يوازي الحد الادنى للاجور مش 36 ضعف 36 ضعف المهم احنا عرفنا كم يبلغ راتب السادة الوزراء ورؤساء الوزراء ربنا بقى يجعل كلامنا رحيم بيهم وخلونا نقول لهم الفكرة اللي طرحها النهاردة السيد يحيا زنانيري نائب رئيس غرفة غرفة الملابس الجاهزة احنا عندنا كساد وركود في اسواق الملابس كساد بيقول لك المحلات ما باعوش هدوم في الشتاء ولولا ان احنا عملنا اوكازيون الشتاء ما كانش حد بقى وان نسبة المبيعات عملت في حدود 50 الى 60% فقط 50 الى 60% الحال هيبقى شرحه في كسوة الصيف الاسعار زادت الصيف اللي فات 100% عن اللي قبله السناد الاسعار زادت 15% متوقع ان يكون هناك كساد في موسم الملابس الصيفية المهم بيفجئني نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية الاستاذ زياحي زنانيري وعامل فكرة او اقتراح انا لما قريتها شفتها كويسة جدا بيقترح بيع الملابس الجاهزة بالتأسيد للعملين في الحكومة وقطاع الاعمال وبيطالب ان البنوك تدخل في هذا الموضوع طبعا انا يهمني ايضا العاملين بالقطاع الخاص تعالوا نروح للاستاذ زنانيري ونعرف منه الفكرة ايه هي فكرته اقتراحه وكيف يتم تطبيقه مساء الفل استاذ يحيا مساء نور يا خانجم عاوز اعرف بالحضرتك اقتراحك ببيع الملابس الصيفية بالتأسيد للموظفين واصحاب المعاشات هو في الحقيقة مش اقتراحي انا الوحيد هو اقتراح وارفد الملابس الجاهدة باتحاد الصناعة صوته شباب ام يعني وانا من ضمن العرفة في اعتبر اقتراح للعرفة نعم والاقتراح اصلا يرمي الى مصلحة التاجر والصانع والمستهلك في نفس الوقت نعم فاذا يسرنا على المستهلك بالتالي حيكون في مهم للرواج للتاجر والمونتق اه الحقيقة الموضوع اشتضم بآلية التنفيذ فكان لازم ناخد موفز البنوك على ناهية اللي هتدي الاعتمانات اطلع كروز الاعتمانات للناس اللي عايز تشتري وحتحصل المفاوضات مع البنوك حتى الان لم تصفر عن شيء البنوك مشقلة بحاجات كتير جدا دلوقتي شهادات وغير شهادات وإلى آخر فهم عليهم مفت نظر وبعض هم هيدوا اعتمان مثلا نقول انه هيستفيد من هذا 3 أو 4 مليون موطن مصري فهيشتح اعتمانات ويرأبوها ل3 أو 4 مليون مصري فبرضو عملية شقة يعني عايزة وقت فانا اقترحت الحقيقة انه نخليها مؤقتا وكان موجودة دي زمان استمارات كانوا بيدوها لموظف الحكومة موظف الحكومة والقطاع الخاص والمعاشات انه تقسم من المنبع من المرسب على طول هيكون فيه تجوزنا حاجات كشير جدا وتجوزنا فائدة الرأس المال لانه الجنوك لما هتجينا البتاع لازم هتاخد فائدة رأس المال فالموضوع ده هنتحسه جديد بان ننتصل بالدولة وعلى الدولة ان تتعاون ايضا احنا كان عندنا في منتصف السبعينات بطاقة الكساء الشعبي ايام الرئيس الراحل السلاة الو ايوة فكر حضرتك بطاقة الكساء الشعبي ايام السلاة انا فكر الكساء الشعبي وكان فيه قبل كده ايام عبد الناصر اه لا انا وعا ايام السلاة يعني اه كان فيه حاجة اسمها استمارة هناك وانا كنت كذب الشغل انا في شركة وقتها عام فكانوا بدون استمارة لعمر الفاندي مثلا بمبلغ معين يتناسب مع مرتبي هذا الروح السلوية من عمر الفاندي وبعدهم يخصموها بالتجريب نعم فهي العملية دلوقتي نرجو ان نتمكن من اقناع جهاز الدولة بالتدخل في هذا الموضوع والقصم من المنبع طب لماذا لم تذهبوا بهذا الاقتراح الى السيد وزير التموين سادة وزيرة التضامن كده يعني والله وفي لبنة هي المتواصلية هذا الموضوع يعني لانا كنت مريض لفترة واللبنة بتحاول قدر الامكان تتصبر المسؤولين لكن اعتقد انه حتى الان مفيش دوق اخدر كافي مفيش خليني اولا اشكر حضرتك على الفكرة استاذ يحيزان نيري نائب رئيس شعبة الملابس الجازة باتحاد الغرف التجارية الفكرة حلوة والفكرة وجيهة والفكرة تستحق من الحكومة انت تلقفها وانا بترحها في البرنامج ان يتم بيع الملابس الجاهزة بالتقصيد على ست شهور مثلا ده ملابس الصيف وتيجي ملابس الشتاء نقصتها على ست شهور بفايدة ميسورة بفايدة بسيطة طيب ليه للعملين بالحكومة وقطاع الاعمال علشان حاجة واحدة مرتبات الحكومة مضمونة طيب هل يمنع اننا اكون موظف في القطاع الخاص واستفيد بدا الاجابة لأ البنوك تفكر في حاجة زي كده طبعا البنوك اه مسقلة باشياء اصل البنك يهم انه يسلف مليار جنيه واحد على انه يسلف نفس المليار لالف واحد ليه بيتابع الف واحد ويعمل الف ملف قصة كبيرة بس ده دور وطني للبنوك ايضا مسئولية مجتمعية زي ما كنا بنتكلم من بارح فقال لي يمنع ان البنوك انها تفكر تعمل حاجة زي كده انا اتمنى لان الاسر تقن تحت ارتفاع الاسعار بشكل كبير وانا مش عايز اكثر قلب اي رجل اسره اي رب اسره زوج انه يبقى مش قادر يجيب لمراته هدمتين ولا لأي عيل من عياله هدمة طب ليه طب ما ياخدهم كده يبقى فرحان واخد ولاده معاه ومراته ورايح يشتري معزز مكرم كرمته محفوظة محدش بيجب عليه ولا حد بيديله زكا يا ابدا ده هو من مرتبه يعني بياخد سلفة من الشغل وبيشتري ايه اللي يمنع ده اتمنى ان يعني يتلقف احد البسؤولين في الحكومة هذه الفكرة لانها اعجبتني واعادت الى الزاكرة بطاقة صدناوي اللي كنا بنتمتع بيها كطلبة جامعية كان صعب ان انت تستفيد او تشتري بدلة او تشتري لبس اه لانه لو كاش هيبقى بمبلغ فكانوا بيوزعوا علينا بطاقة في حدود خمسين او خمسة وخمسين جنيه وكنا نشتري ونقصطها على مدار العام ودي كانت فرصة لنا كطلبة من الاقاليم ان احنا نلبس وبالمناسبة انا اذكر ان انا اشتريت من صدناوي الجامعة كان لبس قايم جدا وفاخر ما كانش حاجس بقى فرز تالت او رابع اتمنى الفكرة توصل هروح للمؤتمر اللي عقده النهاردة السيد وزير التربية والتعليم دكتور طرق شوقي واللي كان بيكلم فيه على نظام جديد للسنوية العامة هو قال كلام كتير مهم النهاردة اه وانا عايز اقول ان انا مبارح القط الدوق القط الدوق على قدر من المعلومات اللي تتعلق بالنظام السنوية العامة الجديد لكن انا اتوقف امام تصريح مهم جدا مهم جدا باعتبروا من اهم واخطر التصريحات التي صدرت عن اي وزير تربية وتعليم ربما خلال التلاتين لاربعين سنة اللي فاته بيقول نبحث امكانية دمج التعليم العادي اللي هو تبع وزير التربية والتعليم بالتعليم الازهري ندخل اتنين مع بعض كده يدخلوا في الخلاط دينية تبقى اختيارية طيب تاني وزير التربية والتعليم بيقول ان الحكومة تبحث دمج التعليم العادي مع التعليم الازهري والمواد الدينية تبقى اختيارية عايز اقولك في تشوه في منظومة التعليم في مصر لو انت روحت التشوه ده حصل في التلاتين اربعين سنة اللي فاته لان انا فاكر انا داخل اول ابتدائي كان عندي كان سنة سبعين مثلا كان والد الله يرحمه والدت الله يرحمه اللي هو معروف محمد هيروح خلاص بتروح تسحب استمارة من المدرسة بكانش فيه لحظانة ولا بيبي كلاس ولا كيجي ون ولا كيجي تو تمت ست سنين روحت على طول قدمت في المدرسة مدرسة حكومية كان عندنا فسحتين وحصة خمسة واربعين دي ايه او الدنيا زي الفل وكان عندنا حصة وحصة موسيقى وحصة تدبير منزلي ومسابقات بالمدارس ومسابقات بالفصول ومكتبة عامة بص حاجة عظيمة اوي ولا اجدع مدرسة خاصة النهاردة تقدر تعمل او تديني التعليم تديني لولاد التعليم اللي انا تلقته لما تسافر اي دولة في العالم هو فيه نظام تعليم واحد فيش حاجة تاني بس في مصر القصة مختلفة خالص تخيل لو انت عندك طفل عنده اربع خمس سنين وانت عايز تلحق بالتعليم او لازم يتعلم هتبدأ تسأل نفسك شوية اسئلة سؤال الاول هو انا هواديه مدارس حكومية ولا مدارس خاصة مدارس حكومية هل المدارس الحكومية نوع ابدا فيه مدارس حكومية عربي مدارس حكومية انجليزي فيه مدارس قومية عربي فيه مدارس قومية انجليزي لغات يعني فيه مدارس تجربية عربي فيه مدارس تجربية لغات يا نهر بيض يعني انا هروح اعمل ايه ولا ايه وفيه باكالوريا يعني وفيه النظام الياباني يعني الله فيه ايه هو سندودش طعمية مش بحتاج اي حاجة سندودش برجر يبقى سندودش برجر معمول لحمة خلص الموضوع لكن انا كل شوية عمال اعمل اختراعات طيب ده ده لو انت بقى قررت تودي حكومة طب تعال اودي خاص انت عايز تودي خاص عربي ولا خاص لغات طب خاص اللغات عايز انجليزي ولا فرنساوي طيب سيبك من ده كله فيه مدارس ناشنال وفيه مدارس انترناشنال انترناشنال دي مدارس دولية وفيه مدارس السفارات والجليات وفيه المانية وفيه الفرنسية وفيه النظام الامريكي فاهم امريكان وفيه النظام البريتش المدارس البريطانية احنا عندنا كل ده عندنا كل ده النهاردة في بصر فانا كولي ام هو انا رايح فين ده انا لما هتحاسب قدام ربنا مش هتسئل كل الاسئلة دي الرسول بيقول لكم اربع اسئلة بتتسئلهم يعني ما ربك ما دينك ماذا تقول في هذا النبي يعني خلاص اسئلة احنا عفزلة الا ينفع علشان لا دخل ابني اتسئل كل الاسئلة دي وبعدين انت يعيني بقى قاعد محتار اول حاجة لتبعرك محرج من مراتك ومحرج من قريبك من قريبينك زي ما بيقوله محرج انا مش فهم اي حاجة من نظام ده والله عزيزي انا ما كنت فهم وبعدين انت خايف تاخد نظام اه ده ننسيت اقولك وفيه كمان تعليم ازهاري ازهاري عربي ولا ازهاري لغات بص انا كلما اهمش معاك هفتكر انواع ليه كل ده ده اللي عمل فساد في منظومة التعليم التعليم هو تعليم ابني داخل مدرسة عربي لازم يدرس لغة عربية قررنا ندرس المواد العلمية باللغة الانجليزية علشان ده علشان يتواصل مع العلوم ومع العالم اه انا مقتنع كيميا اه فيزيا احياء الكلام ده اه ندرس انجليزي ماس ندرس ماس كل ده نعمله اه نعمل عادي وادرس عربي ودين ومواد اجتماعية عربي بس يبقى نظام واحد مفيش بقى والمدرسة الخاصة بتطبق نفس النظام هو نظام واحد طب انا بس هايبقى الفرق بين المدرسة الخاصة والمدرسة حكومية حاجة واحد كسافة الفصول بس وانهم يعملوا كم نشاط ترفيه الحمادة في الحضانة او في المدرسة لكن اعد اعمل ابعد البعتة دي لوليه الامر انا اتمنى 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 من السيد وزير التربية والتعليم انه فعلا لو عايز يطور التعليم بجد يقول التعليم نظام واحد في مصر ولا فيلا ناشونال ولا انترناشنال ولا الكلام الهوى دا ولا الكلام والله العيال بيطلعوا لبيعرفوا الالف بكوز الدرة هو نظام تعليم واحد المدرسة الخاصة اللي عايزة تشتغل مدرسة خاصة هتشتغل وفق المنظوم المصري ان يتم بقى دمج التعليم العادي بالتعليم الازهري نتمنى هذا وطبعا طلع تصريح تاني بيقولك نتوقع وصول عدد الطلاب في 2030 يعني بعد 12 سنة بس الى 30 مليون تلميذ ده ده ايه في المرحلة ما قبل الجامعية لما انا قريت الرقم 30 مليون طالب بعد تلميذ بعد 18 سنة تعرف يعني ايه 30 مليون تعال اقولك يعني ايه 30 مليون انت بحتاج 30 مليون كرسي لو كل تلميذين قعدوا على تختة دكة كده بحتاج 15 مليون تختة او دكة بيسموها ديزك يعنيش كده زي الفوس حدلعها وسموها بريك طيب قلت عايزك ايه بعد كده الادوات العلمية كلها ده انت لو هتوزع تابلت زي ما بيقول اه وزير التربية والتعليم هتتكلم فيه في كام بقى تابلت في 30 مليون حاجة صعبة يعني في كام مليون في كام بس دي ارقام خطيرة جدا يعني عموما اتمنى اتمنى يعني ان ربنا وفقنا في قلب منظومة التعليم انا هطلع بقى فاصل قصير وبعد الفاصل نكمل ما تبقى من فقرات اليوم وبعد الفاصل عندنا الفقرة بتاعت كل يوم اتنين هموم الناس فاصل قصير اشتركوا في القناة